عبر سكايب مشاهدين من واشنطن ينضم إلينا الباحث في أشأن السياسي السيد رمضان البدران أهلا بك سيد رمضان يعني منحة الثقة للسوداني بماذا سيبدأ رئيس الوزراء الجديد برأيك؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لجرابكم في الستوديو والمشاهدين الكرام حياك الله باقة الطلبات كبيرة وواسعة جدا المنهاج الوزاري تطرق إلى الكثير من المحاور المطلوب التصدي لها الآن في هذا الحلقة أو في هذا الموضوع تم التصدي إلى جزء منها وهناك باقة إصلاح تشريعي وسواها المنهاج لا بأس به من حيث التكاملية ولكن التحدي طبعا دوما يكون في تنفيذ هذا المنهاج وتحويل وخلق برنامج وزاري علينا أن نفهم أن البرنامج المنهاج الوزاري هو المنهاج السياسي أو ما اتفقت عليه الكتل السياسية كاستراتيجيات منه طبعا يظهر البرنامج الوزاري والذي يعده يفترض رئيس الوزراء والوزراء لتحويل هذه التوصيات إلى برامج عملية فيها أرقام وفيها مؤشرات وفيها معايير نستطيع أن نتابع من خلالها مستوى كفاءة أداء الحكومة هذه المرحلة لن نصلها بعد حتى نستطيع أن نرى كيف نقيم هذا الأداء ولكن إجمالا السيد السوداني على ما يبدو أن أمامه منهاج فيه جزء كبير من الإنفاق وهذا الإنفاق يعني مرة يذهب باتجاه دعم اجتماعي ودعم إنساني للطبقات الفقيرة والمؤدمة والبطالة وهذه المفردات ومنها ما هو أعمار واستثمار في قطاعات الخدمات أيضا لا سيما الصحة والكهرباء والمياه وما شابه ذلك إذن الموازنة أمامنا موازنة الإنفاق بجدارة وطبعا هذه الموازنة الإنفاق نتوقع أن هذه ستدفق سيولة ومال كبير إلى السوق ومشاريع كثيرة ستفتح وهنا تبدأ التحديات أنه هل سينفق المال بشكل سليم هل تكون المشاريع تم انتقاها بشكل سليم هل أنها ستنجز بشكل سليم هل ستكتمل وفق معايير المطلوبة من سيراقب كل هذا أدوات السيد السوداني ما هي هل أنه أجزة الرقابة كافية لتقويم أداء دولة بأكملها بكل مفاصلها لدينا أكثر من حوالي 20 وزارة بكل مديرياتها تصل إلى أربعمائة على الأقل فالأربعمائة هيكل لدينا لدينا 330 محاوناحية 130 قضاء 15 محافظة على الأقل تحت إدارة المباشرة يعني عندما نجمع نجد أنه هناك أكثر من حوالي 500 أو 600 مؤسسة تحت وصايا مباشرة للسيد السوداني سوف تنفق المال من سيتابع كل هذه الأمور هل يستطيع النواب لوحدهم متابعة كل هذه الأمور بأشكالها الفنية كل هذه الأسئلة تطرح مشكلة الدولة العراقية أحيانا ليس بالنوايا أو بالإنفاق المشكلة تنتهي إلى التخطيط والتنفيذ والتقويم والجدوى الاقتصادية من كل مشروع يسير أنا أعتقد أنه لا زال المنهاج ومحتوى والوفرة المال كلها ستأتي بمنجزات ولكن المنجزات يجب أن تحقق الجدوى منها جميعا وهذا يتوقف على السيد السوداني وما يراه ولكن أعتقد أن أدوات الرجل محدودة في المراقبة نعم في الإنفاق العملية سهلة ولكن عملية المراقبة والتقويم لهذه الإنجازات أمر صعب أشك أن الرجل لديه ما يكفي من الأدوات للسيطرة على كل هذا لاحقا نعم سيد رمضان يعني بعد منح الثقة انهالت التهاني وتبركات محليا وأقليميا وكذلك دوليا كيف سيسير السوداني بالعراق في هذا الملف الحساس أفول فأتني جزء من بداية السؤال طيب يعني بعد منح الثقة انهالت التهاني وتبركات للسوداني محليا وأقليميا ودوليا يعني كيف سيسير السوداني بالعراق في هذا الملف الحساس طبعا كلنا يعني تأبنا والعراق كل استنزف والقلق الداخلي والخارجي كان كبير عبر سنة يعني من المناكفات السياسية انتهينا إلى ما نحن عليه في الخارج يعني كان يحتاج أن يرى عراق مستقر غير متفتد غير متصارع بأي ثمن وبأي شكل الداخل كذلك يعني انتهت الأمور إلى ما انتهت عليه ليس بالضرورة إنما طريقة التشكيل كانت سليمة وصحيحة ولكن هذا أمر واقع وللتالي عندما تنهار التبريكات الكثير يبارك لنفسه لأن هذا التشكيل أطفأ قلقه من شكل أو آخر وكلنا طبعا نتمنى للعراق الاستقرار بأي شكل من الأشكال طبعا هذه التبريكات لا بد أن تكون وكلنا يجب أن نمنح الرجل ونمنح الحكومة فرصة من الزمن عسى أن يأتي بما هو أفضل لا بد من غير الأنصاف أن نحكم أو نبدأ بأرباك المشهد رغم التحفظ على الكثير رغم أنه من باب الحرص لدينا هواجز كثيرة والخارج كذلك الخارج لا حل لديه أولا يحترم الإرادة العراقية كيفما سارت الدول المؤثرة في المشهد العراقي أعتقد كلها تحتاج إلى استقرار العراق لا سيما دول الجوار الدول الكبرى ذات الأثر في العراق بل أمريكا وبريطانيا كل منها دون عراق مستقر لكي يستطيعون التعامل معه أو على أقل عالميا لا يكون إضافة لمزيد من الملفات المستعرة على العالم يعني على الساحة العالمية هناك ملفات خطيرة مستعرة العراق كان ممكن أن يكون أحدى هذه الملفات لا سامح الله ولكن الوصول إلى هذه النتيجة حتى هذه اللحظة الجميع تظر أهون الأمور وأهون الأحوال لذلك هذه التبركات هي طبعا تقليدات بروتوكولية ولكن أعتقد في هذه المرة جاءت على خلفية كبيرة من القلق على العراق بدأ منذ أكثر من سنتين مع انطلاق تظاهر التشرين والكل ينتظر أنهما تقول إليه هذه الحالة فطبعا التبركات عامل إيجابي ولكن طبعا كلها نتاج الماضي وكلها تراهن على مستقبل أفضل نعم يعني سيد رمضان الحكومة السابقة نوعا ما أعادت العراق إلى محيطه العربي يعني الأجواء التي جاء بها السوداني وكذلك تكليفه بالأغلبية مع وزرائه في البرلمان ألا يعطي طمأنينة لدول الجوار وحتى من ترتبط مصالحه من هذه الدول بالعراق أنا أعتقد سيستمر السيد السوداني على لعب نفس الدور وإن كان يعني ربما بأقل من السيد الكاظمي لكن طبعا هذا الدور مطلوب من العراق إقليميا ودوليا والعراق مهيط لأداء هذا الدور سواء على يد أي من رئيساء وزرائه ولا أجد لدى السيد السوداني ما يمنعهم لعب هذا الدور يعني أشك أن لديه مقبولية أقل عربيا العرب والجوار يريدون أن يلتحموا بالعراق ويردون العراق ويلتحم بهم وبالتالي هم أين يحكموا العراق يعني يريدون أن يكون وصلة طيبة وكريمة معهم أنا أعتقد هذه الأمور ستستمر ومن مصلحة الإطار أن يتراجع عن بعض الشعارات التي استخدمها ربما كثيرا وأفرط بها هذه أغراض إعلامية وسياسية ولكن على أمر الواقع ليس من مصلحة الإطار وهو يمسك بحكومة لديه غرماء كثيرين في الشارع العراقي ليس من مصلحته أن لا يعني يهدئ الوضع في الداخل والخارج أنا أعتقد يعني بعض القوى في الإطار ربما متشددة ولكن سوف نسمع لها صوت أقل ويعني شعار أقل لأنها لا تريد أن تحرج السوداني كما كانت تريد أن تحرج الكاظمي وهذا عامل يجب أن ننتبه عليه إيران نفسها تحتاج إلى وسيط بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية والعكس بالعكس أمامك أيضا تحتاج مثل هذا الوسيط السيد الكاظمي لعب دور كبير في هذه الوساطة خلق من العراق يعني ليقول قاعة اجتماعات أخرى ساندت اجتماعات فيينا في الملف النووي حاولت أن تطفئ بعض التوتر لحين فترة حتى أن يحسن الملف النووي في فيينا هذا الدور أعتقد أيضا يستطيع العبه السوداني وهو دور لا زالت إيران والولايات المتحدة تريده لا زالت الخليج والدول الجواري يريدونه مع إيران فأعتقد أن هذه العمل سيتم وسيجري للجميع بحاجة إليه والعراق مهيئ على يد الكاظمي أو السوداني بقدر أنه آخر طيب يعني إيران وعلى لسان رئيسها أكدت عزمها تطوير التعاون أثنائي مع العراق من خلال الحكومة الجديدة يعني كيف ترى مستقبل العراق مع إيران طبعا لا بأس أن تكون هناك علاقات متزنة مع إيران مشكلتنا أن إيران لديها أذرع في داخل العراق العراق يعاني من ضبط هذه الأذرع وبالتالي هذه الأذرع تسبب إحراج إيران معا هذه الأذرع أعتقد في هذه المرحلة إيران سوف تطلب منها الانضباط أكثر لكي يكون شكل وأداء حكومة السوداني أكثر لأنه يبقى حكومة السوداني آتية من رحمة الإطار الذي هو في حقيقته ذو قرب وودية وتناغم فكري مع إيران وإذا كإيران تعتبر أن هذه الحكومة لها يعني يد فيها ولها بدءا من تشكيل الإطار والحرص على وحدة الإطار وحتى وصف الإطار للسلطة وآليات الضغط التي تشاركت فيها إيران لأجل أنه يصل المشهد السياسي لما هو عليه فإيران تعتبر أن ما وصل عليه الإطار هو منجز لإيران فيه دور والإطار مدام به ولكنها ليست متهورة إلى الحد الذي تستهلك الإطار كشكل سياسي وإعلامي أعتقد ستمد الإطار أما بالتهدئة وإتاحة الفرصة له أو بالتعاون الإيجابي معه لكي يظهر بشكل أفضل لأن أرضيتها في العراق استهلكت كثيرا أرضيت شركائها وأصدقائها في العراق استهلكت كثيرا ولا بد من هدوء وهدن وترميم لهذا المشهد على المستوى الداخل العراقية وعلى مستوى الإقليم والدولي إذا نعتقد إيران ستلعب هذا الدور كما علينا أن نتذكر أن إيران لديها تفادي التجاري يصل إلى 20 مليار دولار هذه كلها الأموال تشغل الأياد العاملة الإيرانية والسوق الإيرانية والعراق يعتبر ملجأ ومرفأ إلى إيران يساعدها في ظروف الحصار فإيران من مصطحتها أن تبقي وتدعم هذه الحكومة بشكل أو آخر لأجل مصالح الخاصة على الأقل ومن ثم مصالح شركاءها بالداخل نعم سيد رمضان يعني بسؤال أخير ملف الفساد المستشري في العراق أساءل سمعة البلاد على الصعيد الدولي الحكومة الجديدة وضعته في أولوياتها يعني باعتقادك ربما يلجأ السوداني للدول الصديقة وحتى المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة هذا الملف طبعا الجميع سيتعاون معه بل حتى في الداخل الجميع سيتعاون معه ولكن طبعا لدينا أشكال واحد نقشة هو الانتقائية أن تجري انتقائية ملفات دون أخرى انتقاء شخصيات دون أخرى ويكون الهدف السياسي والإعلامي هو الذي يتقدم على هدف معالجة الفساد وبالتالي تتحول معالجة الفساد التي تظهر ظاهرا أرضاء للرأي العام والرأي العالمي على أن خطة الإصلاح سارية ولكن في ذات الوقت هي تثير توترات واحتقانات سياسية وداخلية فإن لم تحصل عملية انتقاء وتجري عملية مكافحة الفساد بشكل صحيح طبعا هذا لعبة اسمية الجميع سيؤيده وهذا ما ننتظره في الأيام القادمة أحذر من نقطة واحدة أن لا تكون هناك انتقائية في الملفات أو استثناء من المقصرين في أي ملف إذا ما سار السوداني بهذا النهج السليم أعتقد الجميع سيقف معه لأن العراق والمنطقة والعالم بحاجة إلى أن ينتهي الفساد في العراق لأنه أصبح ظاهرا حتى لا تضر العراق بل أصبح ظاهرا حتى علاقات العراق الخارجي وما تفضلت سمعة الخارجية المستثمرين لا يثقون في الداخل العراقي المستثمر العراقي بدأ يهاجر المال العراقي بدأ يهاجر وطبعا هذه كلها آثار على المواطن يتفع ثمنها على شكل ركود وانكماش في الاقتصاد وبالتالي بطالة وحرمان وخط فقر يرتفع وهذا كلها طبعا عوامل مركبة تنتهي للمواطن بشكل نواعي نعم البحث في أشأن السياسي سيد رمضان البدران شكرا جزيلا لانضمامك معنا في نشرة الرابعة ترجمة نانسي قنقر